ده كان كلام مجدي طلبة ومحمود أبو الدهب ورضا عبدالعال الأسبوع اللي فات زي ما انتم متعودين دايما بيكون في جزء من حلقة سابقة لكن عموما للمرة المليون لا في حد بيفكر ولا عاوز ولا يعني بيتفق ولا بيتأمر ولا بيدور على تريند ولا أي حاجة من الحاجات دي على حساب منتخب مصر واللي يخلي الناس والمشهد الشهير في مباراة مصر والكنو للمشجع المصري اللي بكى وقت احتساب ركلة الجزاء لمحمود حسن ترزيجي في الدقائق الأخيرة اللي سددها محمد صلاح وصعدنا بيها إلى مونديال روسيا 2018 اللي يخلي المشجع المصري يعني بالدرجة دي أو بالتعصب ده لمنتخب بلده مع مدرب أجنبي يبقى لما يكون مدرب وطني موجود هو اللي بيقود المنتخب يبقى بالتأكيد محدش بيفكر أن منتخب مصر في مجموعة هي الأسهل على مدار تاريخه تاني في مجموعة في فرصة زهبية لن تتكرر لن تتكرر للمنتخب الوطني أنه يصعد بإذن الله إلى كأس العالم هنأعتبره إنجاز هنمشيها أنه هي إنجاز بس هو مش إنجاز كبير هو الإنجاز الأهم زي ما قال رضواني الزياتي من شوية هو ظهورك سواء في كأس العالم بشكل مميز جدا جدا وتتخطى الدور الأول برقم واحد ثم الفوز أو العودة مرة تانية للفوز ببطولة أمم إفريقيا أما إن إحنا نكسب بوركينة ونكسب غينيا ولما نتعدل مع غينيا نقول إن إحنا قدينا أداء ما حصلش من عشر سنين لا يبقى إحنا كده نخالف ونغير الواقع ويا إما إحنا بقى أو حد عايزنا نلبس نظارة سودا وما نشوفش المباراة اللي إحنا شفناها أمام غينيا بساء في إيجابيات حصلت منذ أن تولى حسام حسن مسئولية ومهمة المنتخب الوطني في إيجابيات ما حدش يقدر يتكلم من ضمنها وعلى رأسها عودة الجماهير مرة تانية للمدرجة وله دور كبير جدا حسام حسن بسبب شعبيته الكبيرة جدا جدا في مصر وفي الوطن العربي في إعادة الجمهور مرة تانية للالتفاف حول المنتخب قدر حسام حسن أنه هو يعالج المشاكل اللي كانت في المعسكر الأول عمل ده أنهى على مشكلة محمد صلاح أنهى على مشكلة عمر كمال عبد الواحد وأنهى أيضا على مشكلة أحمد فتوح حسام حسن بيتخذ قرارات بسرعة فنية سواء فنية أو في التشكيل بيعالج بيها بعض الأخطاء أثناء المباريات أو في بداية المباريات بيعمل كده خد قرار باستبعد إمام عشور في مباراة غينية بساو من التشكيل الأساسي بعد رفض اللاعب لمصافحة الجهاز الفني بعد مباراة بوركينا فاسو عمل كده ولما لقى مصلحة المنتخب وهنا ما كبرش أو معانيتش كمدير فني بعد الشوط الأول دفع بإمام عشور أو إذا كان ورق ربحة عنده على الدكة استعام بيها محدش أبدا بيشكك في وطنية حسام حسن كمدير فني ولا إبراهيم حسن كمدير للمنتخب لكن في نفس الوقت هو زي ما هو لا يقبل وده أمر طبعا محسوم إن محدش لا يشكك في وطنية ولا انتماء ولا في نفس الوقت محاولاته المستمرة في تصحيح الأخطاء داخل المنتخب ما يبررش سوء الأداء أو تراجع الأداء بإن فيه ناس بتهاجم المنتخب لمصالح شخصية لأن محدش هيجي عنده قدام منتخب مصر ده أنا هفترض معاك ده أنا ماشي معاك للآخر إن فيه ناس بتصفح سبات معاك أنا ماشي معاك للآخر أصفح سبات معاك فيه لما تكون مسؤول عن نادي هم مسؤول عن فريد لكن قدام منتخب مصر أعتقد باستثناء باستثناء مدرب سابق وحيد هو الذي يهاجم حسام وإبراهيم بسبب خناء سابقة ما بينهم هما التلاتة أو لو اعتبرنا حسام وإبراهيم طرفه وهذا المدرب طرف آخر هو ده الوحيد اللي مش ناسي الخناءة اللي حصلت في الإستاذ ما بينه وبين حسام وإبراهيم وهي واضحة عياناً بياناً للناس بيطلع في أي حتة بيهاجم حسام وإبراهيم من قبل ما يتولوا المسؤولية وبعد ما تولوا المسؤولية وبيعني مش عايق يعني بحاول انتخي برضو الألفاظ لكن بيحمل المسؤولية مسؤولية الإخفاق أو التعادل أو ترجع الأداء لحسام وإبراهيم ولما يحصل فوز بينسبه لللاعبين وإحنا عارفين السبب الرئيسي ده لإيه وهو مدرب كبير طبعاً ويعني ربنا سبحانه وتعالى يهدي الأمور بينه وبين حسام وإبراهيم لكن واضحة وخلي بالك إحنا أبدو بعارفين في الوسط وعارفين ده بيقول إيه ليه عشان إيه لكن في نفس الوقت مش كله محسام وإبراهيم هيحصل تراجع في الأداء هدي أو حد ينتقد هتطلع تقول ده ضد المنتخب ده ضد الجهاز الفني ما حدش ضد الجهاز الفني تسعة وتسعين وتسعة من عشرة باستثناء هذا المدرب اللي أنت والناس عارفاه اللي عنده خناقة مع حسام وإبراهيم هو ده اللي بيهاجم بس حسام وإبراهيم وهيفضل يهاجمه عشان زي ما بقولك مشكلة خاصة لكن تسعة وتسعين وتسعة من عشرة بيسندوا حسام وإبراهيم المسؤولين أو مدرب المنتخب ومدير المنتخب